كتير من الناس تلاقيهم وهم ووقفين في الصلاة تلاقيهم غمض عنيه وتلاقيه كده بيخشع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحالة فهل تجوز الصلاة وتصح مع تغميض العينين؟ تابعونا السلام عليكم ورحمة الله معلوم للجميع أن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو سروها ومقصودها الأسمى قال الله جل وعلا في قرآنه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأول صفة من صفات المؤمنين الفالحين في الآخرة عند رب العالمين الذين يخشعون في صلاتهم في الدنيا والأصل في المسلم سواء كالرجل أو امرأة وهو يصلي أن يفتح عينيه في الصلاة وينظر بهما في موضع سجوده مدام ذلك لا يخل بالخشوع ولا يخل بالطمأنينة ولا يشغله عن القراءة والتدبر والتأمل في الصلاة لكن أحيانا في ناس لما تغمض عينيها في الصلاة تجد في ذلك خشوع أكثر خاصة وإنه لو فتح عينيه ربما يرى بعض الرسومات أو بعض الزخارف الموجودة في المساجد أو في موضع السجود أو لو كان بيصلي في مكان مفتوح وناس بتروح وتيجي منه فبيشغله المرور في ذلك الوقت ففي هذه الحالة الأفضل له أن يغمض عينيه تحقيقا للمقصد الأسمى وهو الخشوع مدام فيه داعي ومدام فيه مبرر لتغميض العينين وصولا للخشوع والطمأنينة والتأمل والتدبر في الصلاة أما إذا لم يوجد داعي ولم يوجد مبرر ولا يوجد سبب لذلك فالأفضل تفتيح العينين في الصلاة لأن الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من الفقهاء قالوا بكراها التغميض العينين في الصلاة لأنه من فعل اليهود لكن الجمهور أباحوه مدام هناك مبرر لكن بالله عليكم ركزوا معايا كويس جدا محدش يجي يقول لي أن تغميض العينين في الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لو قلت سنة هقول لك ما حصلش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك وتبقى هنا انت دخلت في البدعة لأنك نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله وما لم يفعله التغميض زي ما ذكرناه يدور بين الكراهة وبين الإباحة خاصة لو في مبرر لكن أبدا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إليه والسلام